اهلا بحضراتكم مرة اخرى كامل مع حضراتكم اخبارنا النهاردة وخبر اللي جاي يخص تحاد الكرة المصري تحاد الكرة المصري بيفكر انه يشكل منتخب للمحليين عايز يشكل منتخب ليه المحليين وكان فيه طعق يعني الفترة اللي فاتت كان كل شوية نعمل منتخب محليين لا مش نعمل هيعمل ايه اصلا احنا عنده رتباطات كتيرة اصلا اللعيبة مش عارف مش جازة ودائما كنا بنقول منتخب محليين ده بيفرق جدا انا شفتوا الجزائر منتخب محليين كان فرق معهم ازاي المغرب فرق معهم منتخب المحليين وطلعوا للمنتخب الاول لعيبة كويسة منتخب محليين ده حاجة مهمة جدا جدا وبيدي الفرصة لمجموعة اخرى غير اللاعبين اللي بيضمنوا انهم موجودين في المنتخبات اه اه او المنتخب الاول انهم بيعندهم فرصة يلعبوا للمنتخب مصر بس بالمناسبة يعني واحنا منتخبنا الاول منتخب محليين اصلا فيه كم واحد محترف بس منتخب محليين يعني يعني ماشي هوا بتدي فرصة بس مش لقيلها يعني مش لقيلها سبب قوي ان احنا يبقى عندنا منتخب محليين وانكن تفرح انه لعيبة اخرى تاخد فرصة غير اللعيبة اللي بنبقى عارفين دايما للجول اللي عارفين دايما هي موجودة في المنتخب الاولى عموما هالكورة بيفكر انه يشاكل منتخب المحليين وبيفكر انه يقوده فنيا الكابتن محمد يوسف اللي كان تكلف بمنصب مساعد الموديل الفني للتحاد ده مؤخرا هيتم تشكيل المنتخب ده من لعبي منتخب مصر مواليد الفين وتلاتة بجانب اللعبين المميزين في بطولة كأس الرابطة ودوري المحترفين دوري المحترفين هو دوري الدرجة التانية عشان يكون منتخب يطلع لعبين ان شاء الله في المستقبل للمنتخب الاول ماشي دي حكاية